موسيقى 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 دي أول حاجة بس هعملها هذه البصلان مفرومة وبعد كده هناخد بقى فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله هنبدأ نكمل مع بعض حلقتنا عن البرياني وما تنسوش إن شاء الله معانا أطباقنا المحترمة اللي احنا بنتكلم عليها كل يوم أطباق ريك وأطباق طبيعية 100% خالية من الرصاص تماماً معالجة للصدمات الحرارية كل حاجة صحية هتلاقيها موجودة في الطبق والنقشة اللي موجودة قدام حضرك دي هتفاصل ونرجع تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم رجعنا تاني بعد الفاصل وتعالوا نشوف هنعمل إيه دلوقتي إحنا معلقين على البرياني بتاعنا حطينا زيت الزتون أو زيت درة وحطينا البصلاية بتاعتنا تكون مفرومة وبعد كده ببدأ اللي أنا إيه أشوح عندي على النار بعد كده بعمل لها مجموعة خلطة بهارات محترمة لازم شوية البهارات اللي في الأول طيب إيه إحنا ممكن نحط أول حاجة أول حاجة نحط الشوية السبع بهارات مع علاقتين اتنين من الكاري تمام؟ ونبدأ نضيفهم ونحمصهم مع البصلاية أحلى حاجة وأنضح حاجة في موضوع البرياني اللي أنت تحمصي عندك البهارات مظبوطة وممكن تجيب البهارات صحيحة وتبدأ تحمصيها وتطحنيها وتضفيها لو عندك مجموعة السبع بهارات على طول بتبدأ اللي أنت تحطيها فين مع البصلاية هنا بقى في الهون بجيب عندي إيه؟ بجيب عندي المبشرة بتاعتنا وببدأ اللي أنا إيه أبشر عندي شوية جنزبيل مبشور وأخذ عندي الجنزبيل ده ونروح فين؟ عندي على الهون تمام؟ وبعد كده بقوم عامل إيه؟ بأخذ عندي توم بركز بقى مع بعض قادي التوم المفروم وعندي الجنزبيل وعندي نعناع أخضر أفرموا إنها الأخضر وأم ضيفه فين هنا؟ يبقى ثلاث حاجات بابدأ لنا أفرمهم مع بعض بالهون يا حاجة خديجة إزايك؟ ألو إزايك يا حاجة خديجة؟ طب خير يا بقى؟ نهارك أبيض يا حاجة خديجة الله يخليك حبيبين بقولك إلا وسماعك قضال يا فعد أعندي منجم في الفريزر أيوة؟ أعندي منجم في الفريزر أعندي منجم فيها الكناسة أعمل فيها عشان التلج اللي فيها خاضر من عناه لإتنين هتحشي بقى الكنافة مش فوق مش مش ديكور فوق لأ أنا عايزتي أحكي في الوسط طيب إيه المشكلة ما هتحل عندك المنجم من التبريد حطها في التلاجة وبعد ما تحل منها التبريد يبدأ أشتغل منها على طول مش يحصل أي حاجة يعني ما تزيلت في التلجة على الكنافة لأ ما هنت تحل منها المية الأول حل منها المية الأول عشان ما تحل ما تفسدش الكريمة بتاعتك تربح بإذنك ما ممكن أخذ نمر التليفون كبير لا تحت أمرك يا حاجة خديجة هربيت بس كده أنت تؤمريني ماشي يا أستاذة معاليسك يا أستاذ روان بس ادي الحاجة خديجة التليفون تمام بعد كده إيه بقوم واخد عندي الطماطم ونم حطينه هنا ده يعني الخلطة دي السحرية الجنزبيل مع توم مع نعناع ناشف مع الطماطم مع نعناع أخضر أفضل والتوم أربع مكونات مع بعض بص الخلطة عاملة إزاي هنروح فين عندي على النار والشم الروايح بقى وإيه والمتعة بقى اللي موجودة في الريحة نفسها متاعة الإيه البرياني نفسه هم حطيني الحاجة دي كلها على النار تمام هادي الراكح سام في الريحة شغلة عالي ها هادي الإيه بص الخلطة شكرا عامل زايد تجيبي لقومة عاش كده وتغمسي بيها الحاجة ماشي نقوم واخدين عندنا إيه الخضار بقى المشكل الجزر وبسلة وبعد كده نقوم واخدين عندنا المصمر اللي هو القرنفل وقرفة خشف كل ده مع إيه مع بعضه كده منبدأ اللي إحنا إيه على النار وحط عليها معجون طماطم دي معلقة معجون طماطم وكل ده مع بعض بابدأ اللي أنا إيه أشوحه معي كويس جدا يا قزي أحمد يا أحمد أنا شيف إزاك يا أحمد ألو أيوة يا أحمد سامعك إزيك الحمد لله حبيبي يا أحمد أنا بحب حضرتك قوي وأنا بحبك كتير جدا يا عم أحمد وبحب الأكل اللي إنت بتعمله حبيبي يا أحمد تسلملي يا حبيبي بتعايش عرف سريعة المندي المندي حاضر يا حبيبي من عناية لاتنين هشرحولك وتقدر تخش على الصفحة يا أحمد عشان إحنا عملناها قبل كده من أسبوع اللي فات حاضر يا أحمد من عناية وهنشرحولك دلوقتي حاضر هذه هاوة اللي هي اللحمة نقوم واخدينها بقى تمام ونبدأ اللي أنا أشوحها إحنا سلقناها تلاتة ربع سلقة كده ونبدأ نحطها مع الخضار تمام ونقوم واخدين كل ده وعندي على النور أشوحه اللحمة مع مجموعة الخضار واخد رواط متاعتين طبعا في ناس بتسعب بتحط إيه آآ لابن رايب أنا عام عاملوا من غير لابن رايب بص التفرج على اللون اللون متاع اللحمة عامل إزاي يا أم رامز إزايك زي صحيتك يا حجة الحمد لله يعني بلح بتقول دي يعني حتى لما تبوض منك تبعط محمد مش كده تحبيبتي يا مرمز تحبيبتي يا مرمز ماقدرش تلعف ممتاز جمال يا محمد إيه؟ تلعف ممتاز جمال يا محمد ملهنة والشيفة طبعا مش عاشيني المرمز اللي عاملها يا إزاي عشان طريقك يا محمد الله يخليك الله يخليك يا مرمز إسلامي إنت بتعمل حاجة أكثر يا محمد ربنا يخليك يا رب تسلامي ربنا يباري فيك وتصلح لديك على كل حاجة بتعملها لا يخليك يا زوق تسلامي ربنا يخليك يصرح حالك ويخليك لولادك ويخليك يا مرمز يا رب تسلامي تسلامي اللي وتعيش لا يخليك لا يخليك يا مرمز مع السلامة مع السلامة مجيب عندي إيه بقى الفلفل الأخضر الرومي وأبدأ اللي أنا إيه أقطعه مفروم عشان هابدو أضيفه برضو على إيه البرياني يبقى البرياني نوع أكتر من كذا طريقة يعني فيه ممكن اللي انت تحطي لبن حليب أو هو بيقوله عليه برا إيه لبن اللي هو بنقول عليه لبن رايب هنا اللي لبن أو لبن زبادي تمام؟ بنحط بعض الخضار قبل ما نضيف عندنا اللحمة فتقدري تعملي كده أو تقدري تعملي كده هاخد عندي الفلفل أخضر شوية زعفران شوية زعفران بودر وأخلي شوية في الآخر شوية زعفران كده مع اللحمة بيخلوا الدنيا إيه؟ فل للفل مين يا الزروان؟ وبعد كده بأم أخد عندي الشربة بقى مين يا الزروان؟ أقم بشوي زيك ثم أخدين اللحمة أهواد الشربة ثم ضيفنا كلها هنا علش يا أم بشوي تصل بنا تاني ونجد تقليبة محترمة للبريانة عندنا وعطى عليه شوية وبعد كده آخر حي وخلص هنسقط له إيه؟ الرز لسه فيه نعناع أخدر هنقدمه معاها في الآخر وشوية زعفران يا حاجة نفيسة سلام عليكم إزايك يا حاجة نفيسة إزايك يا محمد يا أبو دي حاجة ناني؟ الله يخليك يا حاجة نفيسة يا غالية الله يكريمك أنا كلمتك قبل كده إزايك وإزاي أولادك؟ الحمد لله بخير يا فندم والمدام والأولاد وماما والحاجة بخير الحمد لله رب العالمين الله يخليك تفضلي أم السامع لأحفادك يا نهى رب بيض أحلى أيداء تضاني شريف ويوسف وآدم شريف ويوسف وآدم م شاء الله ويوسف وعبد الرحمن بتقولي عشان أنا الصوت عندي صوت بيقطة فمنحنا بنقول لهم هنا كل سنة هم طيبين ربنا يخليك اليوم يا رب يوسف وعبد الرحمن وأدهم طبنا يا بارك يا رب فيهم يا رب إن شاء الله ويخليك اليوم يا ست الكل زي ما اتفقنا بقى الروايح يعني الجزابة الروايح حلوة بقى هي البرياني هو في الريحة متاعته فنسيبه على النار بقى يغلي شوية وبعد كده نخلي اللحمة تستوي ونحط الرزة آخر حي خالص نختمه زي موضوع الكابسة متاعتنا طيب تعالوا نشوف محور تاني بقى جامد قوي اللي هو الكفتة اللي احنا هنعملها مش هنسقط الرزة دلوقتي ونشوف الماديرة هتبقى عبارة عن ايه يا أستاذة إيمان أستاذة إيمان أيها أيها فعلم ازايك حمد لله بخير أنا أحديت أقول لماما كل سنة وهي طيبة كل سنة وهي طيبة ربنا يا خلي هارك وهي سأعمل لها الكيكة كده تفرحها عشان هي بتخبيني قبل صلاح عناية الاتنين ممكن يوم السابت إن شاء الله نعمل الكيكة عشان خطرك عناية نعمل الكيكة عشان طعم مميز قوي خلاص أنا أحدي لها الكيكة إن شاء الله نعملها السابت ليها وكل سنة وهي طيبة ممكن تنزل المعزيل جراسي أو ألا إيه أنت عايزة الكيكة أنت تعمليها في البيت أو من عناية هننزلك مقدير كيكة دلوقتي حاضر نعمل شكرا شكرا وكل سنة والدتك طيبة تعال نشوف الكفتة بقى اللي هنعملها بحط عندي الكفتة نركز فيها عشان طعم مميز قوي هناخد مقدير هحاضر هنحط عندي لحم مفرومة بصل مبشور ربس رمان وهننزل المقدير ليكو دلوقتي وإحنا بنركب كده دبس رمان شوية من التوم البودر شوية بهارات وبعد كده بحط عندي شوية بقدونس مفرومين وبعد كده شوية من الملح وفي الدبس رمان مع الكفتة موضوع تاني حوار تاني المزة الجميلة اللي موجودة في الحاجة المزازة اللي موجودة في دبس رمان تديكي طعم خيالي نبدأ نعمل إيه بقى؟ نقوم واخدين عندنا الكفتة دي كلها ونبدأ إن إحنا نسمغها مع بعض أهم حاجة وإحنا بنسمغها يعني إيه ما نستعجلش عليها بقى وياريت نحطها في التلاجة شوية الناس طبعا بتقيق زيادة في الاتنقنون عشان إيه ما تفكش مني بتحطها شوية بقصومات عليها ومقدير البتنجان موجود قدام حضركة هيا دي اللحم هات بعد ما تتسمغ معاك تمام؟ عايزين شوية بقصومات هيا يا شباب بعد زنو أيوة شوية بقصومات هوا في المادير فعلا فيه بقصومات شوية بقصومات سويرين واخدينهم للوجه هناخد منهم شوية يعني البقصومات من الحاجات على فكرة اللي بتسمغ عند اللعب بص انا ببقى عندي احساس وانا شغال في الكفتة بالذات يعني ألاقيها كده ايه فيها النسبة كده من الدهون قليلة وحاسل ايه ما تسمغتش في تحت قدية فبدأ شوية بقصومات صغيرين شوية شوية كده وابضى اللي انا ايه أقلب فيها لحد ما ابدأ اللي انا سمغة دي بقية المقدير احنا بننزلها قدام حضركة هيت عشان تكتبوها وبنكملها وحشغالها مبقى هيت بسم الله نبدأ نعمل ايه بقى خلاص هيت حتاكدت 100% اللي الكفتة عندي اتسمغت تماما ببدأ اللي انا اقوم اخدها كده هيت وابدأ اللي انا ايه احطها عندي على طبق مثلا او اي حاجة عشان هبدأ اللي انا ايه اشمطها عندي على النار طيب يا يوسف 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 اهلو ازايك يا يوسف الحمد لله الحمد لله اغبارك عن يوسف الحمد لله يوسف أنا بحبك كتير يا عم يوسف ات عندك كم سنة اهاا 7 سنة كم سنة هيداشر هيداشر حداشر ما شاء الله ربناك خليك لبابا وماما يسخليك واتذاكر ايوسف ما تنعيمش ماما وما وما في المذاكر ايوسف عمل كوب كيك كوب كيك حاضر ايوسف من عيني اه نعم على السلامة 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 حبيب يعني ايه السن كده بعد عشر سنين كده الخمستاشر ده متعب في المذاكرة بقى يعني شوية مش متعب بس ده متعب شوية بصراحة متلاق ايه معظم الاطفال او في السن ده يعني ايه المودي بقى حسب حسب المود متاعه ونفسي يذاكر النهاردة ما بش نفسي يذاكر النهاردة عادي بقى ومزاجه بعد ما سمغتك كده كويس طيب هنا هيت ونبدأ اللي انا جيب تواصع عندي سخنة عندي على النار تعالوا بقى نسقط الرز تعال برياني ونبدأ ايه نهدى عليه النار يعني غادي له غلوتين اتنين اه دلوقتي اهو ما شاء الله تمام التمام جيب عندي الرز البسماتي متاعنا لو احتاجت مية سخنة نضيف لها مية سخنة يعني هبيبي ونبدأ ايه نزبط لها شوية مية سخنة كمان عشان الرز ايه يطلع كل مستوه معايا ونشوف عندي الملح اهم حاجة طبعا نشوف موضوع الملح يا استاذ عماد ازاي حضرتك حضرتك مبارع عملت لنا بكوانع صح؟ حصل حضرتك مبارع عملت لنا بكوانع صح؟ حضرتك مبارع باقي برشة ممبار من هناية للتنين لكمل المسيرة الله يخليك لأكلة دي انا بعشان حضرتك ايوة انت تقول له انت من صغرق ولا انت لما كبرت حبيتها زي والله الوالدة كنت بتعملها بقى الله ارحمها الله يرحمها ويحسن اليها الله يخب ليك فأنا لبسة روح المطبح اشتريه بس مش حاوزة اشتريه قبل ما حضرتك تعملها وشوفها من هناية للتنين هجيب لك العليقة كاملة يا باشا ونشتغل بيها حاضر احناية للتنين الله يخليك يا أستاذ عماد يا رب تسلم وتسلم وتعيش إن شاء الله الإسبوع الجانع منها لحضرتك نجيب لعليقة كاملة كده ونعلقة ونشتغل بيها حاضر يا رب أنا الحلقة دي بحبها قوي على فكرة أنا الله يخليك الله يخليك شكرا يا أستاذ عماد بارك الله وفيك الحوار في الفتة برضو جمده قوي الحمص يعني بجد الكوارع بالحمص دي يعني موضوع موضوع فعلا مختلف فإن شاء الله إيه الناس تجربها كده وإيه وتشوفها وتعجبها بإذن الله الكوف تهيت خلاص خدناها هنبدأ بقى ناخد إيه بقى؟ ناخد عندي شوية من زيت البرياني إحنا مجرد نحط على النار وإذا بطت الملح متاعه ببدأ أهدى عليه النار لحد ما يبدأ اللي هو يستوي معايا بقى بهدى عليه النار على شمعة يعني حاجة بسيطة جدا لحد ما يبدأ اللي هو يكمل التسوية متاعته هنا بقى في اللي التاسة هط عندي شوية زيت صغيرين هط عندي شوية زيت صغيرين أتبدأ اللي أنا إيه؟ أشوح اللحمة دي كلها مع بعضها طيب قديني ديها بس يا خمدي معلش الله يعزك يا رب أميرة محترمة نبدأ نقلب اللحمة ديها للحدي ما تبدأ اللي هي عمره طبعا طبعا فضل الله عمره ما تفك لأن طبعا شوية البقسمات زي ما قلتلك يا الموضوع اللي انت تحس بالحاجة وانت شغالة يعني ده موضوع مهم قوي نحس بالكفتة واحنا شغالين تəm mafia خلصنا ديت خلصناه طيب خشي بقى على ايه على اللي بعده ايه اللي بعده بقى بحطه عندي حل عندي على النار وبعمل صص بشمال بس بالبتنجان المشوي البتنجان المكبب بجيبه وبدهنه زيت وبدخله عندي الفرن او من غير ما دهنه زيت هو افضل حاجة له بصراحة كطعم عشان تعمل البيب غنج برضه ما تحطوش في الفرن حطيه على البتجاز نفسه ويا سلام لو بتجاز يكون غاز اتفرجه على الطعم بتاع الشاوي اني انت هتطلعيني البابا غنج نفسه مش في الفرن تمام حطيه على العين نفسه بتاعت البتجاز واتفرجه على الطعم هيبقى عامل ازاي منقشره طيب وبعد ما منقشره بنبدأ اللي احنا نهرسه وهندخله جوه اللصاص بتاع الايه البشمال بحط عندي نصف لتر من الحليب هنا وهنا قطعتين اتنين زبدة تمام ومع الزبدة ببدأ اللي انا حط عندي شوية دقيقة كني بعمل صص بشمال عادي جدا يا البشمال العادي جدا يا جماعة زبدة فيتحط بتسيح الاول ومضفيش الدقيق قبل ما الزبدة عندك او السمنة تسيح طب ايه الافضل للبشمال الزبدة ولا السمنة الزبدة طبعا عشان بتدي القوام نفسه بيبقى كريمي يبقى ناعم معاك بتناعم الحاجة حط عندي بقى خلاص ساحة قدام حضركة هيط وقوم ايه مقلب عندي الدقيق مع لقتين الدقيق تمام والحليب عندك يكون عندك ساخن معاك قبل ما حط الحليب بقى هي دي الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها نجيب عند البتنجان وجربه وشوفي يعني جربي الطعم وشوفي الطعم هيودك في مكان تاني تاني خالص من العصوص ده باخد عندي البتنجان ده وحطه على الزبدة وادقيق تمام تمام وقوم اقلب ده مع بعضه وقوم حاطة عندي الحليب متاعنا على النار ونقلب بقى يا عمر زاكي عمر زاكي شيف الحمد لله زاكي عمر الحمد لله الحمد لله مرني يا عم عمر الكوسة بالبشاميل الحاضر يا عمور من عناية حاجة تاني شكرا يا شيف مع حبيبي عمور مع السلام يا حبيبي مع السلام لا موضوع تاني يعني الجد ايه نجرب الحوار ده بقى البابا غنوك بالصوص ده ونديله شوية الملح وندي شوية فلفل وندي شوية من جسط الطيب صغيرين لان لسه الحوار مخلش بقى ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي ايه اهم ااخد الكلام ده هنروح بقى نجيب أطباق راك بتاعتنا اخير هعمل لك فكرة واحدة بس عشان الوقت هنجيب عندي من أطباق راك بتاعتنا مثلا الطباق اللي ايه ونبدأ ايه ندلحهم كده ونزبطهم شوية خضار هنا طماطم بشغل عالي خش علي بقى ناخد ايه اهو السوس ده رحته والله رائعة ان شاء الله تجربوها واتعجبكو جدا تمام طيب نشيلك مش عايزك حلوة كام تمام جدا وبعد كده نقوم عاملين ايه بقى نقوم واخدين عندنا الكفتة متاعتنا نقوم واخدينها كده رسينها على كده من فوق وبعد كده نقوم يا عاملين ايه جبنا شيدر عليها من فوق وناخد الطبق المحترم ده ونروح فين عندي على الفرن حد ما تبدأ نرجط حرم 180 نحدي بس 100 خلاص انا كل حاجة عافية مستوية معايا هتاكلي الطبق ده فعلا هتحس بتعم مختلف تماما صصم بتعم خيالي الخضار اللي تحت عامل شغل ممكن تحط على فكرة بصلاية مع الخضار اللي تحت ممكن تحط بقدونس شوية بقدونس برضو معاه حضريك يعني الابداعات دي متاعتك بقى فلو اديناك فكرة كده محترمة عن الطبق ده تدرح فكرة تغيري فيه حاجات كتير يعني وقايد الخضار المتاقن اهوت واحطه عند الجبنة ونروح فين زي ما هو كده بيخش فين الفرن اهوت على درجة حرارة كان 180 ولا يحصل له اي حاجة اهم حاجة بس ما يبقاش في جبن وما يبقاش في اي حاجة من هنا خالص بيحس اللي هو ما يبقاش في حاجات غمقى لان هو لو دخل الفاضي اصلا لوحده وقاعد ساعتين اتنين تلاتة ربعة ساعات ولا يحصل له اي حاجة هناخد فاصل وبعض الفاصل نكمل عندنا صالة الدقوس وكسر الشوكولاتة وعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم ورجعنا بعد الفاصل يعني شوية البرياني بقى اهوت الحلة من تحت زي فوق زي كل حاجة موجودة قدامك ما شاء الله الروائح زكية جدا اللي موجودة في البرياني وقلنا اتفقنا ازاي احنا عملنا من الاول تمام؟ وزبطنا الدنيا فيه وعلى نار هادية جدا بلقت اللي انا قوط عليه النار لحد ما يبدأ اللي هو يستويق معايا ده كده بالنسبة لبرياني ايه السلطة اللي لازم تتقدم معايا سلطة الدقوس طبعا الاسس متاعتنا بنحجيب عندي الكبة الماديري الاول طماطي بصل اغدر حطينا كسبرة بقدونس حطينا توم فلفل حامي نعناع شطة وخل وعصير لمون وفلفل اغدر دي بالنسبة لالسلطة متاعتنا اللي احنا هنقدمها معا البرياني فبجيب اول حاجة كده ايه حط عندي توم هجيب عندي بصل اغدر تمام وبعد كده باقوم واخد عندي احنا عندنا كفتة عندها فيكة يعني جبارة في الفرن بص عليها ان شاء الله ونشوفها استوى طوال لقا تمام وخلي بالكو في موضوع الكفتة يا جماعة اللي احنا حطيناها بص هي يعني برضو ايه مسيرة مسيرة بجد الكفتة لازم تستوي الاول يعني مفعش نحط الكفتة من غير ما تستوي يعني تشوحيها وعايزة تحطها في الفرن ربع ساعة تضمني التسويم بتاعتها اعملي كده تمام وبعد كده بابدأ اللي انا حطها فين عندي في الفرن هي محتاجة بصلاحة تطلع فهتطلعها بالصاج بسم الله الرحمن الرحيم وده خلناها عندنا فيه اطباق راك الجميلة الصحية جدا وناخدها كده هي نقدم اول واحد هنا اول واحد هنا كده وناخد ده زي ما هو كده ونروح فين عندي على الفرن عشان نكمل التسويم بتاعته وصوص البشاميل زي ما اتفقنا عملناه بالبتنجان المهروس طيب نرجع بقى هنا للسلطة حط عندي هنا الطماطم في الكبة سبايسي طبعا فلفل حامي فلفل اغضر رومي نعناع ناشف نعناع اغضر نعناع اغضر كمون شوية خلص ويرين وبعد كده بقوم واخد عندي الايه عصير اللمون بص لما تيجي تاخدي اللمون كده بصت ايه تضغط عليه ده وقتتين كده لحد ما تطلع ايه البزر بتقوم ايه في المفضة كده يعني تضغط عليه لحد ما البزر عندك يطلع قدامك كده وتقوم ايه عملاك كده بقديكي البزر يطلع ناخد عندي اللمون ونبدأ نعصره على الصلاة متاعتنا وبعد كده بقوم واخد عندي البصل الاخضر واخد عندي التوم واخد عندي البقدونس وفين في الكبه وامواخد عندي الكلام ده كل مشغله هوت عندي لحد ما تكله يتدرب مع بعض والملح عارفين فكرة الصلاة دي ايه يعني هي الفكرة حتى مش في الطعم بتاعها ولا تاكل جنب مثلا حاجات البرياني مثلا او الكابس او الكوزي او اي حاجة من ديها لا هي الفكرة متاعتها في الريحة متاعتها يعني بجد الريحة متاعتها هي دي احسن حاجة في الصلاة اوه فبضرب كل ده بنعمها اكتر تمام وبعد كده بقوم ايه واخدها كده تمام اهي تحططها هنا عشان هبدأ ان انا اقدمها وكده الصلاة عندي تكون ايه جاهزة معي طيب ان شاء الله ايه في الفصل الاخير كده نقدمها ونمرها لكم هتبقى عبارة عني نشيل دول بقى الحاجات دي خلاص عشان هبدأ ان انا هشتغل عندي في الكاستر الشوكولاتة ونشوفها نعمله ازاي يلا ننزل المقادير متاعته اسهل حاجة اسهل كاستر ممكن تعمليه في حياتك نص حليب نص لتر حليب عندي على النار خط عندي كاستر وعندي كاكاو وعندي شوكولاتة غمقة تمام اهم دون المكونات اللي هيتخشوا مع بعضهم مع الحليب كاستر كاكاو سكر وشوكولاتة لبشرها عشان هتاخدش معايا وقت في التسوية كانت فيه نابولا واصد بسم الله الرحمن الرحيم اهلا يلا نص لتر من الحليب نص كوباية من الكاستر البودر واحسدت معالق كبيرة من الكاكاو والغامة انا عامل كمية كبيرة تقدر يتقليل المقادير دي تقسمها نص كوباية من السكر والسكر حسب التحلية لو الشوكولاتة اللي انت جايباها مستوردة ونسبة الكاكاو يعني نسبة الكوكا فيها عالية اللي هي مثلا ستين تمانية وستين الحاجات دي السكر بيعلى عن كده بيعلى عن كوباية تمام لكن الشوكولاتة اللي عندي فيها سكر فيها موجودة سكر فانا بجاية حاطت كوباية بس ودي الخمسة وثنعين فيلمين منها بنستخدمها يعني كشوكولاتة مطبخة طيب ببدأ اللي انا اجيب عندي شوية مياه هنا صغيرين واحط عندي الكاستر بتاعنا واقلب الكاستر مع مياه ماينفعش لانا اجيب حليب عندي يكون ساخن معايا واحط فيه الحاجات واحط فيه الايه الكاستر لان هيخرز مني فاتخلي بالك وبعد كده باجيب عندي معلقة عشان ااخد الكاكاو برضو على الكاستر عشان ما يخرجش مني مايعملش برضو كتل معايا اهيط اخذ واحد يا مادام نهاد ازاي احضرك يا مادام نهاد ازايك انت عامل ايه الحمد لله بخير يا فندم الحمد لله انا زعلاني منك جدا على فكرة قبليكaji بس.. اونهيط! لا لا الايام الليل جادي هتلاقي فيه حاجة والله يعني وعد اهوت قدام حضلك عالهواصiya ان شاء الله هنعمل فيه حاجة ان شاء الله يعني بازن الله هنعملها لكو دايد بازن الله الايام الليل جاديك وأوعادك إن شاء الله هوات على الهواء حاضر تقلب عندي الحاجة عندي على النور السلام عليك يا حسام وعلى مزاجك يلا تعالى بشاقعة هبعد لك محمودة فاتحة ولا كده حل يلا كفير نقدمها مع طبق الفهيتة وعلى هالك إن شاء الله نخلقها هنا دلوقتي بص بقى الحاجة بقى الحليب متاعنا بعد ما بدأ اللي هو يجمد معايا الحاجة بص بقى اتعامل ازاي الكاكاو مع ايه؟ مع الكاستر بص بقى عامل ازاي ثم واخده كده حطوه ونقلبها على طول نبدأ اللي احنا نقلب نحط كل الكمية بعد كده نقوم حطين عندنا الشوكولاتة الغمقى وبعد كده نقوم حطين عندنا السكر أنا حسب بقى السكر ده حسب المزاج وحسب التحلية حسب انت عايزة ايه بالزبط تمام؟ ونبدأ نقلب فيها لحد ما تبدأ اللي هي تتقل معايا نقلب بقى بسرعة وما نسيلش ايدينا بالمضرب لحد ما تبدأ تتقل معايا من الغلط اللي احنا نشيل ايدينا وخلاص والموضوع انتهى لأ لسه عشان ما تعملش ايه ما يشيلش من تحت وخصوصا لو انت معاليا النار تمام؟ هيبدأ يتقل معايا الخليج متاعنا يقلب وبعد كده يبدأ اللي انا هقدمه عندي في الكسات دي وبعد الفصل ان شاء الله واركت ازاي تقدري اللي انت تقدميها ممكن مع بسكوت ممكن مع كيك ممكن مع اي حاجة من الشوكولاتات اللي احنا جايبينها وبعد الفصل ان شاء الله نكمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعالوا بقى نقدم مع بعض الايه اللي حلو ازاي نقدر ان احنا نقدمه عن بعض قادي البودنج متاعنا خلاص خلص اهوت الكاستر بالشوكولاتة وقلنا ازاي نقدر نعمله ومن غير ما يبقى يتقل معاكي ومن غير ما يخرز ده اهم حاجة في الموضوع يعني مش حلو خلص اللي الكاكاو عندك يخرز مثلا او يعمل كتل ولا حاجة دي مش طبع حاجة لطيفة خلص واحنا بدنا نكونها يعني ناخد الكاستر ده ونروح عندي على الكاسات متاعتنا وممكن نحط بسكوت على فكرة زي ما اتفقنا اي نوع بسكوت مثلا مفروم كيك ممكن اي نوع كيك برضو تشتغل معاكي كل الحروف دي الوقت هتبدأ تشتغل معايا وهتبقى زي الفل ان شاء الله ما ادهاش دي كور اللي ما سيبها عندي تبرد الاول يعني بلاش يدها لأي دي كور خالص من سيبها عندي تبرد وبعد ما تشيل البخار يا جماعة اي حاجة فيها بخار اكبر غلط على اي تلاجة او اي فريزر لأي حاجة تكون فيها بخار يقول لك عشان نبردها نوم حطنا ده هنا التلاجة لا ده غلط كبير جدا لازم حضيك تسبيها البخار ده كله ما تلاقهوش وبعد كده تلاقي ايه تحطها عندك في التلاجة براحتك عادي يعني اه كده كده الدكوري او السيزار او هايزبط ايه طيب خلينا نقيق يعني على ما تبرد شوية كده نقدم البرياني قال البرياني بتاعنا اللي احنا عملناه نقوم ماخدينه هوت ونروح على الطبق متاعنا التقديم خاولي ايه وانت بتقدم الحاجة دية مثلا ايه نخلي الروز تحت الله ما شاء الله نخلي الروز تحت كده واللحمة ايه واللحمة فوق يعني اي قطعة لحمة تقابليها ايه تخليها الفوق وده الشكل اللي هيق عندي اللي هيق طبق البرياني بتاعنا اتمنى ان شاء الله اللي هو ينول اعجابكو وتستمتعه بريحة الجميلة اللي هتقلب عندك البيت تمام؟ ومعها صلطة ايه صلطة الدقوس متاعاتنا الجميلة نقدمها تاخدي معلقة ايه معلقة من هنا يعني هو يبتكل ازاي معلقة من هنا كده من الصلطة دي على دي وتبقل بالهنة والشفة طبعا نضيع ايه حالاني عامنينها دي تعمل ايه اكتر من خمس ست سرافيز من احنا عامنينها تعالوا بقى نشوف عندنا نصب معندي شوية القهوة كمام؟ اهو وبعد كده انهم اخدين عندنا الحاجة اللي احنا هنجرنشها يعني لو نصبها تبرد هتبقى افضل بكتير جدا مش دي جوز هندي ده ده شوكولاتة بيضة مبشورة ممكن حد يتفرج بلي ده جوز هندي لا ده شوكولاتة بيضة مبشورة انه يعني شابه بعض قوي هنمي لوحة تاني شكل تاني خالص هابسي ده ابدأ الاسنيكر اهو سوري شكل الصفرة كده بيبقى متعتك حلو في الاخر بتبقى الموضوع مختلف تماما اه دي ممكن اديها ايه كده سجل النهائق عندنا لأطباقنا النهاردة يا رب الحلقة ان شاء الله تقول اعجابكو نجات حلقتنا النهاردة عن البرياني وعن صالة الدقوس وعن الكفتة طيج من الكفتة اللي احنا عملناه اتمنى انت يعجبك وجربيه وحور البتنجان ده جامد قوي مع السوس البشاميل وعلى فكرة تقدر يتعمل السوس البشاميل برضو البتنجان المشوي حلو قوي طعمه مختلف تماما وهو الفكرة في الاكل يعني تعرف ان انت نجحت مني لحد يجي ده الحلو ده جاي منين فيقعد يفكر كتاب ما يعرفش هذه الفكرة في الاكل نفسه ما يبقاش لحاجة صريحة مية في المية قدام لو انت تعملي مثلا عزومة ولا حاجة يا رب الاكل ان شاء الله ينقل اعجابكو اشوفكو ان شاء الله في يوم جديد واسبوع جديد من برنامج المطعم جمعة باركة على الجميع السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة